اشتركوا في القناة كماله كشفت دجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله نحن سكان لرهات ولاية تيبازا لدينا إمام خطيب يكتب لحروز هل تصح الصلاة خلفه أولا هذا موضوع كتابة لحروز كلمة واسعة لا يصح أن نطعن في الناس ولا في أعراضهم ولا في صمعتهم بسبب كلمة يكتب لحروز لأن كتابة الحرز هذا كين أنواع إذا كان يكتب من القرآن إذا كان يكتب آيات من القرآن نافعة دافعة للمظار على عباد الله يجوز له وهذا رجل صالح إذا كان يكتب بالقرآن أو الأحاديث الثابتة أو أراد وأذكار ثابتة يجوز ولا شيء في ذلك وهذا ليس من التميمة والإمام مالك يبيح هذا كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يكتب أدعية ويديرها حرز يلبسها الأولاد وأولاد أولاده والبنات بنات بناته يجوز أما إذا كان يكتب بغير القرآن طلاسم هشماروش وما نعفوش يكتب بالنا إذا كانت طلاسم فلا يصح إذن ما تحكمش على إنسان هكذاك تصحه الصلاة ورأوه والأصل في الإنسان العدالة إذا ما على بناش هل يكتب الحروز من القرآن وصحيح السنة أو يكتبها من كلام جن أو كلام آخر ما على بناش الأصل فيه العدالة ما لا بستعرف أنتم وروح السألوا ما تبقى استهدف الرجل من بعيد إمام تعنيه يكتب الحروز يذهب إليه يقعد قدامه قل له يا فضيل الشيخ هو ماذا بلغني عنك وهو يوضح لك إن شاء الله فهمت أو ما فهمش هذه أم ضياء الدين ما أجمل هذا الإسم ربي يحفظه لك يا أمي تسأل ما حكم طلاء الأظافر وهل يبطل الصلاة طلاء الأظافر هذا من زينة المرأة إذا درت المرأة لزوجها يجوز لها وعندها أجر عند ربي وإذا كان زوجها يحب ذلك يعني يجب عليها إذا أمرها يعني إذا أمرها تلي واجب عليها تتزيله كذلك لأن طاعته واجبة أما إذا ادي طلاء الأظافر بس تخرج للشارع تفتن الناس وتفتن عباد الله فحرام عليها خذوها قاعدة زينة المرأة زينة المرأة ما فيه لون وليس له رائحة كما الحنة وزينة الرجل ما له رائحة وليس له لون كالمسك إذن يا أم ضياء الدين إذا كانت المرأة ادي طلاء الأظافر لزوجها يجوز لا شيء عليها وإنما مشكلتها مع الوضوء مع الوضوء واجب تنحيه وما عندكم حتى حجام العلمة وطورة ويتبعدك ما داروح شريها تنحي طلاء الأظافر وتتوضي وتعاودي الدير وتعاودي تنحي وتعاودي تتوضي ولا شيء عليك وهل يبطل الصلاة نعم إذا توضيتي ومع طلاء الأظافر يعني دلتي طلاء الأظافر توضيتي فوقهم هنا الوضوء باطل وإذا الوضوء باطل صلاة باطلة أما إذا توضيتي ودرته فوق الوضوء فالصلاة صحيحة سائل يقول ما حكم شخص خطب أختي ولم يعقد عليها وألبسها الخاتم للوعد فقط وهو يستغل هذا لزيارتها هل يجوز له ذلك ما يجوز له شيء يختلي بها ولا يلتقي بها ولا يخرج معها للشائع ولا يستغلها فرصة كل يوم يطالع للدارة عن الناس ويجي تدير أنا جبت له شيء باتيسي أنا جبت له شيء يا الله كرام أنا سمعت بليه عشانة جبت لها المال ما تجيب له المال أولو قعد في داركم أعقد عليها ما لم يعقد عليها فهو أجنبي سمعت ما لم يعقد عليها عقدا شرعي فهو أجنبي ما كيف تطالع وجاي أنا بزفنا دار أشغل باسبور يجي يحط يده على طفلة ما يفتح ما وقاله وبعد خلاص قال هذي ديالي ويقول لي يتحكم فيها وينك يا رائحة وينجيتي ويندخلا شكو لي قال لك روحي للعصف أعقد عليها ما لم يعقد عليها فهو أجنبي لا يجوز له الاختلاء بها ولا مصافحتها ولا مسايرتها فهمت ولا ما فهمت صبتها سهلة واشكون قال لك قاعد يدلها الخاتم أنت وانت على قبلت ويديلها الخاتم الخاتم هذا يديره الراجل مرتو بمعنى لما يعقد عليها راهي مرتو وخلاص بعد ما ولت مرتو يحب يديلها الخاتم وسنسلا يدبر رأسه ويديلها الخالخال اي مرتو ولكن قبل العقد ما زي ما عقدش عليها فهي مراءة أجنبية مراءة أجنبية تعتقدك ما تعدلها الخاتم وإن دلها الخاتم لا لا يا صح الأخ ممن سطيف يقول تزوجت منذ ثمانية أشهر ثمان أشهر ولكن اكتشفت أن زوجتي تعاني من انفصام في الشخصية يعني عندها عدة شخصيات وعقد نفسية ووساوس لدرجة أنها تهددني بالقتل ماذا أفعل يا سيدي هذا حبه يكويوك بها حبه يكويوك بها راه معرفين باليبنتهم مريضة عندها عدة شخصيات تتخيل روحها مرة طبيبة مرة مهندسة مرة تتخيل روحة والية من أولياء الله مرة تتخيل روحها راي مسافرة يعني طفلة عندها عدة شخصيات وعندها عقد نفسية ورأي وصلت تهددك بالقتل واش أكتسأل يا أخي أنا واش نقول لك إذاك قادر قادر باش ما ندلكش على الشر وباش ما يحصلوش فيها يقول لك الشيخ هو اللي يقال له طلقها إذاك قادر تعالجها وشفتوا عك صابر وقادر وعندك المات وقلبك واسع ترجمة نانسي قنقر